السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام في الجزء رقم 5 من الفصل الخامس هنتكلم عن الدفوجن لوز أو القوانين التي تحكم عملية الدفوجن أول قانون اسمه Fixed First Law وده بيتكلم على الفلاكس أو الجي وعلاقته بـ D اللي هي الـ Coefficient of Diffusion مضروف في الـ Gradient بتاع الـ Diffusion اللي هو عبارة عن ΔC على ΔX أما القانون الثاني اسمه Fixed Second Law بالحقيقة لو بصينا القانون الأول قبل ما ننتقل للقانون الثاني نلاقي أنه هنا مفيش أي علاقة في التايم التايم هنا مش موجود وكأنه بيعمل عملية Neglection أو عملية إهمال للـ Time ففي الحقيقة عشان كده تعوضت في القانون الثاني ولكن أن الـ Time موجود كعلاقة ما بين التغير في الـ Concentration جداً وبالتالي كما لو كان كأن الـ Time يعني غير موجود أو غير ملوش سيصير تعالنا نشوف الفيرستلو الفيرستلو قلنا أنه عبارة عن يعني هو علاقة بين الفلقس زي ما قلنا وبين علاقة الـ Coefficient of Diffusion والـ Concentration يعني هو بيقول لك هو عبارة عن معامل بيعتمد مبدئياً على الحرارة وعلاقتها بمعدل انتقال أو انتشار الزرات أو الأيونات أو أي أجزاء بسيطة أما الـ Concentration Gradient هو عبارة عن The Rate of Change of Composition with a Distance in a Non-Uniform Material تيبكى ليه إكس بريس دي أز أتم على سنتيمتر مكعب أو أور أتم على سنتيمتر يعني أتم سنتيمتر مكعب على السنتي أو أتم على السنتيمتر طيب الـ Concentration Gradient مرة تانية عبارة عن إيه؟ عبارة عن معدل التغير في الـ Composition مع الـ Distance اللي يتحرك فيها ده الفلاكس During Diffusion It's defined as the number of atoms passing through a plan of a unit area per unit time يعني الفلاكس عبارة عن إيه؟ عبارة عن الـ Diffusion اللي بيحصل عدد الزرات اللي بتعبر مستوى معين تمام؟ أو وحدة مساحات معينة في زمن معين تمام؟ هذه الرسمة تعبر عن الفلاكس أما هنا بنبين الـ Illustration of Concentration Gradient في البداية بيبقى الـ Concentration على السطح بتاع المادة قبل ما يحصلها Diffusion 100% زي ما احنا شايفين بعد كده كل ما ننتقل يحصل Diffusion فتقل هذه النسبة تمام؟ في مسافة معينة لغاية لما توصل لأقصى حاجة لها اللي هو الـ Concentration النهائي اللي هو عبارة عن موجود في العنصرين مع بعض أو الزرات المادة A والزرات المادة B زي ما احنا شايفين والفرق بينهم هو إيه عبارة عن إيه؟ Delta C أو التغير في الـ Concentration اللي هو Concentration Gradient في إيه؟ في وحدة زمنية أو في مسافة اللي هي Delta X لأن في هذه المنطقة حصل في تغير في الـ Concentration Gradient في مسافة معينة زي ما احنا قلنا قبل كده